اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الرأي معكم فيها احمد العنزي والبداية دوما بأبرز العناوين حكومة تكون تتعامل باحترافية وبمهنية اكبر من الموجود الآن واللي يكون خمسين نائب هددهم باستجوابات الاستجوابات لا تعيق التشريعات على ابواب دور الانعقاد بوادر تصعيد تلوح في الافق واستجوابات تتحضر المعوقات التنموية على طاولة بحثية والصبيح تحث على تسريع الانجاز استعدادات امنية ومرورية وانطلاقة العام الدراسي الجديد تستكمل غدا من السعودية لافروف يجدد دعم موسكو لجهود حل الازمة الخليجية ارماية طالف لوريدا والكويت تتابع اوضاع المرضى في الولايات المتحدة في النشر الكويت تشيع فارس الجمارك الاول الى مثواه الاخير منتظار دور الانعقاد المقبل تبدو بوادر التصعيد جلية للعيان سيما بعد التهديد بسلسلة من الاستجوابات البرلمانية والتي ربما لن تستثني رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك وفقا لما تحدثت عنه مصادر نيابية للرأي وبناء على ذلك فان الصحة الكويتية تستعد لجولة مواجهات نيابية حكومية جديدة خلال المرحلة المقبلة رباب الداح والمزيد في التقرير التالي عودة الجناس في مقابل تحصين رئيس مجلس الوزراء من اية استجوابات قرار اتخذ في دور الانعقاد المنصرم اما لدور الانعقاد المقبل فالقرار المتخذ بناء على مصادر نيابية للرأي ان استجواب رئيس الحكومة سيكون واقعا فالرئيس لم يعود محصنا لان الجناس لم تعود لكل اصحابها وعليها تتحضر ساحة البرلمانية لأكثر من استجواب ينظر النواب اليها على انها استحقاقات رقابية لا تعيق التنمية والعمل والتشريع واللي يكون خمسين نائب هددهم باستجوابات الاستجوابات لا تعيق التشريعات ولكن نأمل بعد الانتهاء من الاستجوابات عدم عرقلة التشريعات نأمل باغرار عدة قوانين فعلى سبيل المثال في الجلد تحسين بيئة العمال هناك ستة الى سبع قوانين نأمل اقرارها في دور عقاد المقبل في اللجنة الاسكانية عندنا قانون الى ثلاث قوانين محتاجين لإقرارهم في دور العقاد المقبل نعم قانون الدور العقاد الماضي ما كان على مستوى الطموح اربع تشريعات وتشريع وتشريع منهم تعديل على تشريعات سابقة ما اعتقد كانوا مرضين لطموحنا لم تلبي الحكومة طموح النواب وفقا لغالبية الاعضاء فبعض الوزراء اخفق في مهامها وعليه تعلن صراحة الرغبة بتعديل حكومي أنا باعتقادي نحن الآن بداية الدخول دور العقاد الثاني الأداء الحكومي في استثناءات معينة ولكن لم يلبي الطموح ما زال هناك أمور عالقة ما زال هناك أمور مع الأسف يعني يجب أن ننبه عليها مرتين وثلاث حتى ينتبهوا عليها من المفترض أن يكون من أول تنبيه يتم مراجعة الأخطاء الموجودة حتى يتم حلها ولذلك باعتقادي الأداء الحكومي لم يلبي مستوى الطموح بالتأكيد نحن نحتاج حكومة تكون تتعامل باحترافية وبمهنية أكبر من الموجودة الآن ومن رئيس إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ثم وزير الخارجية وبزير التربية فإن صبحة الاستجوابات قد حلت وعليها نحن أمام دور عقاد أحدثه ستكون على صفيح ساخن رباب بداح الراي خلال الاجتماع الخامس لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على أهمية تسريع وطيرة تنفيذ المشاريع الحكومية ورفع نسبة الإنجاز في خطة التنمية عبر إزالة جميع المعوقات التي تواجهها وعلى هامش ترأوسها ورشة عمل بعنوان مشاريع الدولة التنموية والدورية أو الدورة المستندية في بلدية الكويت ثم نتصبيح الدور الذي تقوم به لجنة الإصلاح والتطوير في تقريب وجهات نظر الجهات الحكومية لإزالة تلك المعوقات هنا بعض المعوقات وهذا يمكننا ننادي فيه أكثر من مرة مع الجهات الحكومية المتابعة وحتى اليوم الأخوان في المجلس البلدي قالوا المتابعة الحثيثة ولا ننتظر كتابنا وكتابكم وجود الشخص وشرح مشكلته واجتماع الأطراف اللي عندها معوقات هي اللي تحلها ويمكن احنا في مجلس الوزراء اليوم لو تلاحظ الإحصائيات لاجتماع لجنة الاقتصادية أو لجنة الخدمات لحل هذه الإشكاليات اليوم مجلس الوزراء هو وهذه أحد من التوجيهات اللي وجهنا فيها سمو الرئيس نحاول أن نذلل جميع الصعوبات فإحنا تقريبا في كل جلسة من جلسات اللي جان عندنا من أربع إلى خمس مشاريع بس عشان نحل بعض الإشكاليات أو بعض الغرارات حكوميا أيضا أعلن وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري تمكن البلدية من منطلق حرصها على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة من استرجاع مبالغ وتحصيل غرامات تتجاوز مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي وإرجاعها إلى ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وقالت هيئة الزراعة في بيان لها أن كلام الوزير جاء خلال ترأسه اجتماعا للجنة الهيئة للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة في إطار جهوده ومساعيه المستمرة لإتلاف الملاحظات ومتابعة سير عملها فيما أكدت وزارة الأشغال العامة فتح بعض الطرق لمنع الاختناقات المرورية مع بداية العام الدراسي قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني العميد عاذ الحشاش للرأي الوكترونية أن خطة وزارة الداخلية لمواكبة انطلاق العام الدراسي تتضمن تواجد تواجدا مكثفا من قبل الأمن العام أمام المدارس وذلك في خطوة جديدة تطبق للمرة الأولى وزارة الداخلية الآن بدأت تنفيذ الخطة الاستعدادات المتعلقة بداية العام الدراسي نقول عودا محمولا لجميع الطلبة والطالبات اللي راح يتحقون تباعا اعتبارا من اليوم والأيام القادمة يقابلها استعدادات من قبل وزارة الداخلية في مقدمة الإدارة العامة المرور إدارة العامة لشغطة النجدة وأيضا الأمن العام يوازي هذه الجهود أيضا جهود إعلامية توعوية إرشادية توضيحية من قبل إدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني هدف من هذه التوعوية رسالة نوجهها لأولياء الأمور نوجهها إلى قائدي المركبات طبعا قامت وزارة الداخلية بهذه الحملة بعدة وسائل إعلامية نحاول نوصل لجميع شرائح المجتمع بلشنا في السوشال ميديا من خلال الانستجرام من خلال التويتر بلشنا تعاوننا مع الشركات الأهلية في عملية التوعية في عملية وصول الرسائل التوعوية نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صحة ما تم تداوله بشأن إيقاف صرف بدل الإيجار لمن لم يحدث بياناته الشخصية بمهلة أقصاها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري وقالت المؤسسة أنها مستمرة في تحديث بيانات جميع الطلبات الإسكانية القائمة لديها دون تحديد فترة معينة لذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لتكريم منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت بتسميتها مركزا للعمل الإنساني ومنح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لقب قائد للعمل الإنساني احتفلت أسر الشهداء بهذه المناسبة السنوية وأصطى حضور حافل يوم الحمد لله نحتفل إحنا وأسر الشهداء في ثالث سنة لتقلد حطرة صاحب السمو هذا المسمى العظيم اللي شرفها وشرف الكويت كلها قائد الإنسانية هذا يدل على الشي فهو يدل على العمل الكريم اللي يقوم فيه سموه أو يحفز حتى الشعبه في إنه يقومون فيه خير الكويت والحمد لله وصلي كل مناح الدول الله لا يقدر إن كانت منكوبة أو دول تحتاج لبعض المساعدات الكل يسعى في سبيل أن يقدم لها وبناء على الأمم المتحدة كرمت سموه نفى نايف أركيبي المستشار السابق في ديواني رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر لمحمد الأنباء التي بثتها صحيفة ديلي نيوز الهندية عن تعرض الشيخ ناصر لحادث سير أدى لوفاته قال أركيبي للراي إن الخبر عار عن الصحة تماماً وأن الشيخ ناصر لمحمد يقضي إجازته السنوية في سويسرا وهو في أتم الصحة والعافية أتمنى أركيبي على وسائل الإعلام تحرد دقة والمصداقية في نشر الخبر وكذلك التأكد من صحته قبل إعادة نشره وتداوله من قبل وسائل إعلام أخرى جدد وزير الخارجي الروسي سيرجي لاروف دعم بلاده للجهود الكويتية بقيادة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحل أزمة قطر معرباً عن أمله في أن تؤتي الوساطة الحالية ثمارها في الأزمة قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره السعودي عادل جبير في جدة أن مجلس التعاون الخارجي آلية مهمة لحل العديد من القضايا ويجب الحفاظ عليها من جهته قال الجبير أن موقف السعودية واضح بشأن أزمة قطر لافتاً إلى تمسك المملكة بموقفها من الأزمة الخارجية حتى تستجيب قطر لمطالب الدول الأربع ومطالب المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب مع تزايد خطر أسار إرما أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر تعليماته باتخاذ كل ما يرزم لنقل وتأمين مرضى العلاج بالخارج من وزرتي الدفاع والداخلية من ولاية فلوريدا الأمريكية التي تواجه الأعصار إلى مناطق آمنة وتقديم التسهيلات لهم وقالت الدفاع أن القرار جاء بناء على توجيهات وتعليمات الوزير الشيخ محمد الخالد مؤكدة حرصه الدائم على متابعة أوضاع منتسب الجيش الكويتي وقد وصل الأعصار إرما إلى جزيرة كيويست في ولاية فلوريدا التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الإنذار القصوى وضرب الأعصار جزيرة كيويست جنوب أقصى ولاية فلوريدا مع رياح سرعتها أكثر من 100 كم في الساعة وفق المركز الأمريكي للأعاصير وأسفر إرما عن مقتل 25 شخصا على الأقل خلال مروره في منطقة الكاريبي منذ الأربعاء كما تسبب بفيضانات وصلت إلى العاصمة هافانا بالإضافة إلى دمار هائل في العديد من الجزر كذلك تسبب بقطع الكهرباء عن مئات ألاف المنازل في فلوريدا ويضم إلينا هنا في الأستوديو الفلكي والمؤرخ عادل السعدون حياك الله معنا يعني بداية إذا تكلمنا عن هذه الظاهرة وظاهرة العاصير خاصة إرما تحديدا يعني لماذا يستمد هذه القوة كلها هو أساسا بداية العاصير يبدأ كمنخفض مداري يبدأ من غرب أفريقيا ويستمر يعني من شهر خمسة من شهر أربع يبدأ ويتحرك يتحرك قربا وبعدين يصير إلى أعصار استوائي اللي هو يوصل للمرحلة الأخيرة يعني منخفض بعدين أعصار والهركة هو المرحلة الأخيرة طول هالمدة هذا هو قاعد يمشي من غرب أفريقيا إلى الجزر الكاريبي وشرق الولايات المتحدة يسحب معاه كمية من الرطوبة والمياه ليش؟ لأن الآن الوقت صار المنطقة حارة وصير منطقة ذات ضغط منخفض شديد الضغط المنخفض يؤدي إلى ارتفاع البخار الماء ويجمع إلى حد ما يوصل تقريبا ألف كيلو متر قطر الأعصار طيب قبل أيرما كان هناك أيضا أعصار هارفي لماذا هذه المنطقة تحديدة؟ هذا المنطقة لأن أول شيء فيه هناك الرياح السائدة في هذا المنطقة التي تعتبر تسمونها الرياح التجارية التي تأتي من قرب أفريقيا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية يعني هذا هو ممر للرياح لكن عندما يكون في الصيف تكون الشمس فوق المنطقة هذه بالضبط يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه درجة حرارة المحيط لو زادت عن 27 درجة يبدأ الماء في التبخر عندما يبدأ التبخر يزيد يزيد ومع الوصول إلى هناك يكون كمية هائلة من بخار الماء وتكونت كتلة كبيرة وإصار ولهعين موجودة في النص رغم أن مراكز الرصد الدقيق والمبكر في الولايات المتحدة إلا أن اليوم الإعصار أيضا خالف التوقعات وذهب إلى كوبا رغم الرصد المبكر لهذه العاصير لماذا برأيك يكون هناك مخالفة في رصد بعض العاصير أحيانا؟ هذا العصار لم يكن في تغير كبير صارت فيه إزاحة بسيطة كان متوقع أن يروح في منتصف فلوريدا بالنصب الضبط لكنه راح في القرب وهذا طبعا له علاقة في مناطق الضغط الجو لأنه هي التي تأثر في توزيع الرياح ووجود هذا المنخفض ومساره يعني هم يضعون موديلات الحقيقة وهو يقرب إلى أقرب موديل هما كانوا يوضعوه طبعا الناس أيضا بعد تساءل يعني أن منطقتنا الحمد لله آمنة من مثل هذه العاصير نعم أكيد لأننا أول شيء العاصير التي تأتي دائما تأتي في المحيطات لاحظ أن أمان تعرضت إلى أعصار قبل سبع سنين وثمان سنين لأنها موجودة مباشرة عن محيط الهندي وهذه كل منطقة أيضا نصير فيها عاصير لما ترتفع درجات حرارة المياه أكثر من سبع وعشرين درجة أو ثمان عشرين درجة يبدأ يتبخر الماء ويحصل لكن العصار إذا وصل إلى الأرض هذه بداية وفاته لأنه هو وقود العصار من بخار الماء فلما يوصل يمشي على الأرض يبدأ خلاص يعني انقطع الوقود أرغم هذا كله هل يوجد لدينا مراكز رصد يعني مثل يعني مثل التغيرات الجوية مثل السريات وأجواء عاصفة أخرى قد تمر في المنطقة نحن أقل بالعواصف الحقيقة تيجينا منذ ما نقبلها فترة السريات يعني شهر ثلاثة أو أربعة وهذا لا يعني أن ما تيجينا في مثلا في شهر واحد أو اثنين بس أغلبها تيجي في وقت السريات والأخوان اللي في إدارة الأقصال الجوية أيضا عندهم الأجهزة وعندهم الكفاءة أنهم يتابعون ويتنبؤون بهذه لكن المشكلة أن الجو ماله صاحب يعني في آخر لحظة يتقير ضغط الجوي ويخربط كل شيء بالنسبة للفيديو يعني في فيديو منتشر في عصار أرما أيضا في ظاهرة اختفاء مياه البحر يعني التفسير العلمي لمثل هذه الظواهر هو الحقيقة هذا يحصل لو فرضنا الحين مثلا هذا المنطقة يمر عليها فهو يظل يدور عليها المنطقة اللي ياي عليها طالما هو قاعد يدور على المنطقة هذه لو فرضنا القلم المنطقة اللي يجيها قاعد يعطيها يسمونها ستورم سيرج يعني اللي يسمونها الراما اللي هو قاعد يكت عليها ماء المنطقة الثانية وهو رايح يسحب مع الماء المنطقة هذه يسحب منها وهذه يعطيها وبالتالي ليش يسحبه أول شيء تكون مناطق هذه ما هي يعني ضحلة ما هي دائما مثل محيط عميق وبعدين لأن العصار في ضغط منخفض جدا بحيث أنه يسحب الماء مع يرتفع الماء مع الضغط هذا اللي قاعد يحصل يرتفع لفوق من شيء لاحظ مرات يقول لك نزل على الناس سميش أو وضاف هادئ سبت أن هذا العصار يرفع معها كل شيء فوق أهم شيء أن الله يحفظ عيالنا وطلبتنا وكل المتواجدين الكويتيين هناك في هذه المناطق ويرجعون لنا سالمين غانمين الفلكي والمؤرخ عادل حسن السعدون شكرا جزيلا لك أهلا فيك حياكم الله بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تعزيات إلى الرئيس المكسيكي أنيركي نيوتو عبر فيها عن خلص تعزيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي اشتاح مناطق عدة في جنوب المكسيك وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين كذلك عز الرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيسة مجلس النواب المكسيكي ورئيس مجلس الشيوخ أيضا بضحايا هذا الزلزال ببالغ الحزن والأسى شيعة الكويت مساء اليوم فارس العمل الجمركي إبراهيم عبدالله شاهين الغانم الذي وفته المنية قبل يومين في أحد مستشفيات ألمانيا بعد أربعين عاما من العمل الدأوبي والمخلص قضاها ساهرا على أمن الوطن وقد شهدت مراسم التشييع حضورا لافتا لوداع الغانم بعد مسيرة حافلة تولى خلالها منصب مدير عام الجمارك واستحق عن جدارة لقب رجل الجمارك الأول في العالم عام 2005 من منظمة الجمارك العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية طمعنا مزعل نجل الفنان إبراهيم الصلال جمهور والده العريض وأكدا بأن الجلطة التي أصابت رأسه قد زال خطرها في تصريح الرأي الإلكترونية أكد أن والده سيمكث في المستشفى حتى يخضع لمزيد من الفحوصات التي أقرها الأطباء للإطمئنان على حالته وشكر الصلال أهل الكويت على تفاعلهم الكبير وسؤالهم المستمر عن حالة والده وقعت الكويت مذكرة تفاهم مع أستراليا لتعزيز التعاون بين معهد دسمان للسكري وجامعة كامبرا وتبادل الخبرات في مجال مكافحة مرض السكري وتشكل المذكرة خريطة طريق تؤسس لشراكة جديدة بين الطرفين سيما أن مرض السكري من النوع الثاني يعد مشكلة خطيرة على مستوى الدول العربية وبخاصة في الكويت قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن شرطة الدولية الأنتربول شطبت اسم الداعية المثير للجدل يوسف القرضاوي من قائمة المطلوبين من فئة شارة الحمراء من على موقعها فيما قالت صحف مصرية أن آخرين تم رفع أسمائهم من القائمة بينهم وجد غنيم وعاصم عبد الماجد وصفة إياهم بالإرهابيين وعن القرضاوي قالت المنظمة أن الأنتربول كانت قد نشرت اسمه على موقعها كمطلوب باتهم السلبي والنهب والحرق والقتل فتبين لها أنها جرائم حدثة فيما هو خارج الدولة المصرية وقالت من جانبها صحيفة اليوم السابع المصرية أن مكتب التعاون الدولي في نيابة العامة المصرية ووزارة العدل خاطب الأنتربول للاستعلام عن أسباب رفع اسم كل من يوسف القرضاوي ووجد غنيم وعاصم عبد الماجد من قوائم المطلوبين ونسبت الصحيفة إلى مصادر القول أنه قد يكون حدث خطأ في الموقع فقط مشيرة إلى أن مكتب التعاون الدولي لم يخطر بأي شيء بخصوص رفع هذه الأسماء من قائمة المطلوبين دوليا كذلك أبدت صحيفة المصر اليوم المصرية استغرابها من رفع اسم القرضاوي وأربعين آخرين معه واتهمتهم بالإرهاب وينضم إلينا عار الهاتف أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت الدكتور عيسى العنزي ماذا تعني الشار الحمراء ضمن قوائم الأنتربول ومن الذين يدرجون تحت هذا البند بسم الله الرحمن الرحيم طبعا القائمة بالنسبة للأنتربول عندهم العديد من القوائم مو دائما يكون هناك أشخاص مطلوبين هم عندهم القائمة الحمراء وفي قائمة سوداء عفوا زرقاء وفي خطراء وفي بالنسبة للمفقودين وبالنسبة الجثث اللي يلقونها والرفات هذه كلها يكون لها قوائم بالنسبة لقائمة الحمراء هي تكون خاصة بالأشخاص المطلوبين على قائمة الدول القوائم الوطنية ويكون مطلوب القبض عليهم وتسليمهم فبالتالي البوليس الوطني للدولة اللي يحط على القائمة الوطنية يتبلغ الانتربول أن الشخص هذا مطلوب ويرفق الانتربول على القائمة الحمراء تمهيدا للتعاون ما بين الدول دكتور عيسى طيب دكتور عيسى ومتى يتم رفع الاسم من الشر الحمراء يعني متى يتم هذا الإجراء طبعا القوائم هذه كلها يتم تحديثها من وقت الوقت إضافة إلى أنه لما تجي دولة من الدول وتحط مجموعة من الأسماء تنتمي لحزب مع أو لقبيلة مع أو لديانة مع يكون كل المطلوبين بهذا التوجه هذا يصير الشك ويصير موضوع المصداقية تبع الدولة لدى منظمة الانتربول فبالتالي لما تلاحظ الانتربول أن كل موجودين هم إما معارضة أو انتماء معين فتخلي الانتربول تبحث بشكل أكبر دكتور هل يعتبد الانتربول يعني هذه القوائم من هذه الدول كيفما أتت إلى الانتربول يعتمدها يعني حسب كل اسم ربما هناك بعض الدول تضع أسماء يعني من وجهة نظرها أنها تشكل خطرا أو أنها تقوم بجرائم دولية هل الانتربول يعتمد الأسماء هذه مع اعتماد الدولة نفسها أنا أرد أن أقول لك يعني يعتمد على الدولة في دول ديمقراطية وعاسخة ولها تاريخ ولها وفي دول مثلا انقلابية مثلا دول مثلا عندها زعزعة في مجال حق الإنسان فالانتربول لما تجي قائمة من هذه الدولة مصداقية الدولة تلعب دور فيها هل أحطها مباشرة ولا لا يعني الآن اللي ما فيها خلال القوائم اللي تجي مثلا من الخزانة الأمريكية في قوائم ما يتردد الانتربول بأنه يضيفها القوائم اللي تجي مثلا من منظمة دوية من لجنة العقوبات تبع مجلس المستدولي برضو ما يتردد الانتربول بأنه يضيفها على قوائم وفي دول برضو لها مصداقية أما لم يكن هناك شك وهناك المصداقية مصداقية الدولة على المحك هنا يضطر الانتربول أنه يبحث علشان يتأكد من المعلومات ومثل ما قلت لك هذه القوائم تكون محل تحديث وبالتالي هذا التحديث يترتب عليه لأنه في أسمات شكرا وفي أسمات أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت الدكتور عيسى العنزي شكرا جزيلا لك دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الإسلامية للتعاون واستخدام كل الوسائل المتاحة لإنهاء الظلم الذي يتعرض له مسلم الراهوينغا بمينمار وقال أردوغان خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا في أستانا أن أنقرة ترهب بالعمل مع حكومتي مينمار وبنجلاديش لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة مضيفا أن بلاده عرضت تقديم مساعدات إنسانية للراهوينغا في بنجلاديش متوقعا أن تقبل أو تقبل السلطات البنجلاديشية بمساعدة مسلم الراهوينغا الهاربين من العنف في مينمار بعيدا عن مؤشرات الحرارة المعتمدة لقياس الطقس يجمع مواطنون ومقيمون خبروا بأجواء الكويت منذ عقود على أن الإحساس بحرارة الطقس هذا الصيف لم يكن مسبوقا فحرارة الأجواء كانت الأعلى حسب معايشتهم وكذلك الحال بالنسبة للرطوبة التي قال كبار السن أنها باتت هذا العام مرتفعة نسبيا في حين كان القدماء يستبشرون منها لموسم مطير قادم كاميرا راي استطلعت أراء في أحد المقاهي نتابع الجو ما فيه سنة أغبار يعني ما جان أغبار كثير والحرارة يعني حسنها بالصيف هذا أقل من قبل بس أنه يعني يمر لك يوم يومين أو ثلاثة يعوضك عن الصيف كله بالزيادة درجة الحرارة وباجي الأيام الحمد لله الصيف الطبيعي في الرطوبة العالية بشرة أمطار وتبريد على الأرض وترطب الأرض تهيئها إن شاء الله الأمطار القادمة والبخار اللي راح يستنجد الأرض فرطوبة أرحم بالوقت الحالي أرحم اللي شغلها داخل التكييف واللي خارج عسى الله من الرطوبة الزايدة يشان مستخيل المطار أنا حل موسم الرطوبة قالوا هل كوي جاك من المطار خير يعني الرطوبة تختلف من سنة لسنة أنا أعتقد قبل سنتين كانت أكثر الرطوبة يقولون نسمع أن الرطوبة العالية يعني في مطار نسمع مؤكد يعني كل عمرنا نعيشين بالحر عادي عندنا بعدين الآن تخير المناخ يقولون بالعالم الأوزون خربوا ما شلون صارت حر ولا إحنا بالله ما يهمنا متعلمين لكن غيرنا شلون الإنقليز وذي اللبنانيين والسوريين ذي المهم متعلمين على الحر يقولون شري والله أنا ما أعرف الأرصاد لكن يقولون 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 يا ترطوبة يا نا المطار هذا كلام الأولين الشياب أما ما لدينا خبرة وبلادنا حلوية حرها وبرتها الله لا يخلنا من بلادنا ولا من نشوخنا عزهم الله ألف خير هذه السنة حرب مطبيعي الحرارة قاعدة توصل 56 52 هذا 50 السنة يمكن ما يغبار بس حرارة مشديدة يعني حرارة صراحة التعب الواحد حتى الكبير اللي بالسن ما يتحملها رطوبة بعد غوية السنة هذه لازال لازال حين دخلنا بشهر تسعة ولازال في رطوبة يعني يمكن خفت شوي بس بالليل أو ساعات تزيد رطوبة فالحرارة السنة هذه حيل يعني صراحة يمكن السنة هذه السنة الطافت يمكن أهون شوي بس سنة هذه 50 52 56 موجة الشراء تنعش أسهم سوق المال تابعونا في الصفحات الاقتصادية بعد فاصل غصير أهلا بكم بدأت برصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع جراء موجة الشراء وتجميع على كثير من أسهم الشركات التشغيلية من عاكس على جل المؤشرات الرئيسية سم كويت 15 الذي استطاع بلغة مستوى التأسيس فوق الألف نقطة وقد أغلقت السوق على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 29 نقطة ونحو 6 نقاط للوزن و23 نقطة لمؤشر كويت 15 فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 26 مليون و300 ألف دينار كويتي تهنيات أولمبية لأمير الإنسانية تفاصيل في صفحة الرياضية بعد هذا الفاصل تقدم رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الجابر العلي بالتهنئة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة مرور ثلاث سنوات على منحه لقب قائد الإنسانية وتسمية الكويت مركزا إنسانيا عالميا وأشاد العلي نيابة عن الحركة الرياضية بمواقف أمير الإنسانية ودعمه اللامحدود في شتى بقاع الأرض وتقديم المساعدات والعمال الخيرية للمحتاجين والمتضررين في أنحاء العالم حقق فريق الجودو بنادي الكويت الرياضي المركز الأول وكأس التفوق العام في البطولة العربية المفتوحة للجودو والمقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت وتمكن ناشئ وبرعم الكويت من تحقيق المركز الأول وحصول الأشبال على المركز الثالث في اللعبة ويعد هذا الانجاز الأول في تاريخ لعبة الجودو بين الأندية الكويتية في المشاركات الخارجية وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب في أمان الله